أهلا بحضراتكم من جديد لكل مشاهدينا اللي لسه منزلوش تعالوا مع بعض نستعرض جولة سريعة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وخلينا نبتدي زي ما احنا متعودين من محافظة القاهرة هنشوف مع بعض كبري أكتوبر احنا شايفين فيه كثفات مرورية بسيطة مش بتأثر على معدل الخركة لغاية منطقة رمسيس بعدها حيكون فيه سيولة لغاية نازلة غمرة وحتكمل معانا السيولة المرورية دي لغاية نهاية كبري أكتوبر لو بصينا عند شارع رمسيس احنا شايفين كثفات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع وحتكمل معانا السيولة دي لغاية طريق النصر أما عند كبري 15 مايو المتاجه للمهندسين هنلاقي بعض الكثفات المرورية اللي نتجه عن التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عربي لكن لو بصينا بقى في الاتجاه الآخر من ميدان لبنان هنلاقي فيه سيولة مرورية ومعلناش أي مشاكل لو بصينا عند شارع بور سعيد من نازلة كبري أكتوبر احنا شايفين سيولة مرورية مكملة معانا لغاية ما بنوصل لمنطقة الزاوية الحمرة بعض الكثفات هنلاقيها عند منبقة الويلي ولغاية كبري الساحل والأميرية مفيش أي مشاكل لو جينا بصينا عند أعلى الأوتوستراد هنلاقي سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان والمعادي والمؤطم أما مطلع المؤطم للمتجه لمحور صلاح سالم احنا عارفين أنه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية خلينا بقى نروح الجزاء ونشوف الأخبار هناك إيه احنا في شارع الهرم احنا شايفين طبعا الكثفات المرورية اللي احنا بقين عارفين أنها موجودة بسبب غلق الشارع في الاتجاهين المسافات ممكن توصل لـ 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المتر الرابع والكثفات دي احنا متوقعين أنها حتزيد مع ساعات الضروة كمان بقي بقى شارع الهرم الرئيسي احنا شايفين فيه تباطق في حركة السيارات برضو بسبب غلق الطريق في تقطعه مع المريوتية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية وحنلاقي كثفات بتظهر بمنطقة مشعل وكثفات من طريق العشرين والغاية الطلبية حنلاقي كمان كثفات تانية لمتجه لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطواب والغاية العشرين وكثفات تانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولا لمناطق بلاء وإنبابا لو بصينا بقى عند محور صفت حنلاقي فيه كثفات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة وإحنا اتعودنا في الفترة اللي فاتت بسبب غلق الطريق الدائري كمان والاتجاه الإجباري لمحور ستة وعشرين يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق الساحلي كل ده بيسبب بعض الكثفات المرورية اللي احنا بقينا عارفين إنها متحركة لو بصينا عند نفق أحمد عرابي هنلاقي فيه غلق جزئي بسبب أعمال التوسعة وإنشاء محور ستة وعشرين يوليو الجديد إجمالا الوضع لا يختلف عن أي يوم من الأيام اللي احنا تعودنا عليها في الفترة اللي فاتت خلينا نتحول لمحظة الإسكندرية ونشوف جوه المدينة هنلاقي إيه هنلاقي بعض الكثفات البسيطة اللي موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة نيامي وكمان فيه كثفات بسيطة في المنطقة المحيطة بكبري ستانلي وكمان كثفات متقطعة عند الإشارات طول الكورنيش لو بصينا بقى على الشوارع الجانبية هنلاقي سيولة مرورية نسبية وإحنا بننصح بيها أكتر من أن احنا ناخد الطريق الكورنيش الرئيسي لو بصينا عند شارع جمال عبد الناصر هنلاقي كثفات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثفات مرورية لكن الكثفات دي هتكون متحركة ومش هتأثر على حركة المرور نروح أسوان مع بعض ونتابع اللي بيحصل هناك ونشوف نبتدي من عند شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع وحنلاحظ أن في بعض الكثفات المرورية البسيطة لغاية ما نوصل إلى محطة القطار احنا متعودين بطبيعة الحال أن احنا نلاقي حواليها بعض الكثفات المرورية في أي محطة قطار في أي محافظة أيضاً هنلاقي بعض الكثفات المرورية اللي هتكمل معانا لغاية شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجماعي برضو هنلاقي في بعض الكثفات المرورية إجمالاً خلينا نقول أن ما فيش مشاكل النهاردة في الطريق وحوال المرورية تقريباً زي كل يوم خلينا بقى دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة في أحوال تقس النهاردة اللي هيكون بارد في ساعات الصباح الأولى ولطيف في النهارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وكمان النهاردة هيكون في شبورة مائية الصبح ممكن تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط صينة وشمال الصعيد درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24 درجة والأقل هتكون في كاترين 15 درجة هنتابع مع حضرتكم التقسي بالتفصيل لكن بعد قليل